طيب أمال إيه اللي بيتقال ده يا يوسف بوساسي بمنتهى البساطة القصة متعلقة بتبادل بعض المعلومات خد بالك من كلمة بعض المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية مالهاش علاقة بمصر خالص ومش مع مصلحة الضريب المصرية ومالهاش أي علاقة بأي غرض محلي طيب أمال هتعمله كده لي يا يوسف أو الحكومة مقدمة تعديل ده ليه أقولك علشان إحنا في مصر دخلنا في اتفاقية اسمها الاتفاقية الدولية ودي تابعة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية فقط لغير بس كده فايد الده إيه؟ فايد الده أنه بيرفع من تصنيفك في معدلات الشفافية يشجع أكتر على الاستثمارات في هذه البلاد إلى آخره عشان كده تلاقي البلاد بتخش في هذا النوع من الاتفاقيات لأنها بتدعم اقتصادها بتدعم استثمارها طيب البنك المركزي يجي كمان ويكمل ويقول إيه؟ يقول مشروع القانون ده يا جماعة تاني بيأكد بقى البنك هو ملوش علاقة ولا يقترب من سرية حسابات العملاء في البنوك وأنه القانون المصري كفى حماية سرية الحسابات الودائع الأمنات الخزائن الخاصة لموجودة في البنوك وسرية المعاملات كمان طيب أنا هقولك على حاجة عشان ما استبقى فان أنت عارف حضرتك لو رحت أي بنك في أي فرعة وجيت قلت له مثلا أنا عاوز كشف حساب بتاع أبويا أو أمي أو مراتي أو ابني أو بنتي إذا كانوا راشدين يعني وليهم حسابات هي تقالك لا تقوله ده أنا ابنه؟ لا ده أنا أبوه؟ لا ده دي مراتي؟ لا طيب ده أنا معي الرقم القومي بتاعه ولا بتاع؟ لا مفيش بنص القانون السرية كاملة ومكفولة ولا يجوز الاطلاع على أي بيانات أو أي تفاصيل لأي جهة لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر إلا في حالة واحدة إقرار وإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزنة طيب في حالة رباني يدي الصحة والعمر للجميع في حالة المتوفين يبقى الورس الشرعيين أو الموصى لهم بهذه الأموال أو الوكيل أو النائب القانوني أو زي ما كنت بقولك حكم قضائي أو حكم تحكيم بات نافذ نهائي بنك المركزي بيوصي ويهيب يا كل وسائل الإعلام يا كل مواقع التواصل الاجتماعي لو سمحتوا لو سمحتوا لا داعي لكتابة جمل أو بوستات منشورات دون توخي الدقة والحذر يا جماعة أنتوا لازم تتأكدوا من المصدر بالمناسبة الكلام اللي يقوله البنك المركزي ده بديه جداً جداً يعني مش المفروض أن إحنا نبقى مستهيين البنك المركزي يقولنا كده ليه؟ بمنتهى البساطة ده يساوي انتشار لشائعات هذه الانتشار أو هذه الشائعات تؤدي إلى أزمة حقيقية للاقتصادات الوطنية يعني ما فيهش إزار تعرف يعني إيه؟ تنشر شائعة متعلقة بإنه ما فيش سرية حسابات في مصر ولا سرية بيانات ولا الموضوع ما هواش إزار الموضوع ما هواش سهل والموضوع من الحاجات اللي ما ينفعش تترك لمسألة القيل والقلق أو إحنا بنهذر يعني ودون مبالغة وده بجد وفي أعتى ديمقراطيات العالم لو واحد كتب شائعة من النوع ده وقال إنه آه ده أنا كنت بهذر ما فيهش هو كده كده ضبطه إحضار فوري وبيتقبض على الشخص ده بشكل فوري وبيضع تحت طائلة القانون وبيبعاقب بمنتهى الصرامة ما فيهاش إزار ده تدمير الاقتصاديات الوطنية ما بحدش بيهذر في الكلام ده فبعد إذنكو الحيطة والحذر الكامل توخي المصداقية والصدق والدقة الكاملة من المعلومة من مصدرها مين مصدرها في الحالة دي البنك المركزي البنك المركزي قال لك بقى لنا كنت بقوله لك ده ترجمة نانسي قنقر